أمسك أنه ملف عايزاني أمسك ملف 499 عايزاني أمسك ملف نقص الدواء طب هو قصة 499 ساعة هو ملف الدواء 499 ده جزء جزء بسيط من مشاكل الدواء الدواء مصاعر جابري من التسعينيات واللي بيسعاره هي الأزارة الصحة وأول ما بيتم تسعير المستحضر بيبقى تسعير جابري غير قابل أنه يتغير إلا إذا وفقت وزارة الصحة لعز التغيير نظراً لأن 95% من مكونات الدواء مستوردة من الخارج فإذا إحنا كمصنعين للدواء بنعتمد إلى حد كبير جداً على العلاقة ما بين العملة المحلية وقوة العملات الأجنبية فإذا حصل انخفاض في قيمة العملة المحلية ده يؤدي لارتفاع التكلفة فبالتالي الأدوية التي كانت صعرت في التسعينيات وبعد التسعينيات هامش الربح بدأ يتآكل لأن مع مرور الوقت الجنين مصري بيفقد قوته والتكلفة بتزيد فهامش الربح بيبدأ يتآكل بيحكمنا في التسعير قرارات وزارية بينظرها السيد وزير الصحة لتنظيم التسعير عندنا قرارات تسعير من سنة التسعينات لحد ما نزل قرار تسعير اللي هو رقم 4-9-9 والما بينزل قرار تسعير بيلغي ما قبله هذا القرار من وجه نظرنا نزل في وقت سيء دون دراسة جيدة ونزل ليعطي ميزة لأحدى الراع المنظومة على حساب الطرف الآخر دون زيادة أسعار الأدوية يعني رفع هامش الربح بتاع الصيدلي من 20 إلى 25 بينما لم يرفع أسعار الأدوية فكأنه هذا القرار قرر أنه ياخد من ربحية الشركات اللي هي أريدي بتشتكي عشان تديها على ربحية الصيدليات فهنا الشركات وقفت 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 وقالت إن إحنا لا نستطيع ويعني يحصل اللي يحصل نحن دائما كشركات أدوية بنحترم القانون ومن النادر إن إحنا ناخد موقف زي ده لكن هذا كان موقف لأنه نزل في سنة 2012 وانتي تعليمي الظروف اللي كان فيها يعني أنا مش عايزة يعني أنا مش من نوع اللي أحب نعلق الشمعات لا يعني هو قرر خاطئ لكن فوجئنا بأن النخابة بتقول لا الخمسة وعشرين اللي هي طلبها طلبها خصف على الأدوية اللي تحركت والأدوية اللي ما تحركتش هنا في خلافة أدي أول خلاف فمن إحدى طلباتنا اللي احنا توجهنا بها أمس للسادة أعضاء الأجنة الصحة المشكورين إن هما يعملوا دور يدرسوا وجهة أعتراض النقابة وجهة أعتراض الورفة ويحاولوا عملية تقريب إيه؟ تقريب الأوجة وإحنا هنتقدم بمهترحات سواء عايزين نعد القرار أو نلغي القرار ونزل القرار آخر يوازن في مصالح كل الأطراف ترجمة نانسي قنقر